في المدينة كان يعيش أهل الإيمان وبجوارهم اليهود يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رجلا محمما مجلودا يغطون بالطين ويجلدونه فسأل ما هذا؟ قالوا هذا رجل زنى وهذه عقوبة الزان عندنا فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد علماء اليهود عالم من علمائهم فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك الله الرسول قل له أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون من حد الزان في كتابكم؟ اللي يزني شا تساون فيه؟ قال ما أنك قد نشتني فسأجيبك يعني سألتني بالذي نزل التوراة على موسى رح أجيبك فإن حد الزان عندنا الرجم هذا في التوراة لكن كثر الزنى فينا فكنا نترك الأشراف ونقيمه على الضعفاء فلما ازداد الأمر قلنا نتفق على عقوبة واحدة فعملنا بالتحميم نملي ونصبغ بالطين حتى يفضح بين الناس ونجلده جلدا استبدلوا حكم الله بحكم آخر في يوم من الأيام جاءوا بالتوراة وكان عبد الله بن سلام يهودي الذي أسلم عالم من علماء يهود أسلم فالنبس عسلم يسألهم أين حكم الزان في كتابكم؟ فإذا بالذي فتح التوراة وضع أصبعه على مكان الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع أصبعك ما رفع؟ قال ارفع أصبعك فلما رفع وجدوا حكم الرجم هم كانوا يعترفون أن التوراة موجودة لكن يفعلون ماذا يفعلون؟ كانوا يبدلون الكلم ويحرفون ويشيرون هذا ويضعون هذا مكانه هكذا كان فعل اليهود